من جديد يعود ملف حظر النقاب إلى الواجهة في هولندا بعد نقاشات حد عرفتها البلاد قبل ما يقرب من ثلاث سنوات حول مشروع قانون يتضمن حظرا كليا لارتداء النقاب وكل ما يغطي الوجه في الأماكن العامة سقوط الحكومة وقتها أدى إلى تجميد الموقف لحد الإجراءات الأخيرة التي أقرتها السلطات بهذا الخصوص والتي عاد على إثرها الجدل خاصة في أوساط الجالية المسلمة بطبيعة هذه الحال منزعج ليس بالبرق بمنعه جزئيا أو كليا ولكن منزعج انزعاجا كليا بهذه النداءات المتكررة التي تجعل الحكومة الهولندية في كل مرة أن تحشر المسلمين في الزاوية أنا ضد القداء أي ملابس تغطي الوجه وإذا تأمني شخص يختفي وراء ملابس أو أغطية رأس لن أرد عليه السلطات على حق في قرارها إنه قرار سلبي كان يجب على الحكومة أن لا تتخذ مثل هذا القرار ولا بد من احترام الحريات وأنا أرتدي ملابسي بالشكل الذي أريد السلطات الهولندية من جانبها أكدت على أن الحضر ليس له صلة بالنقاش حول حضر الرموز الدينية ويتضمن أماكن محددة كما يقتصر على المواقف التي يكون فيها ضروريا أن ينظر الناس إلى بعضهم البعض وسلامة المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات العامة نحن نؤيد الحرية الشخصية في ارتداء الملابس وأيضا حماية حرية العقيدة ولهذا نحن ضد حضر كلي للنقاب وأنا مع الحضر في أماكن محددة مثل المواصلات والمستشفيات والمدارس وفي هذا أهمية للأمن والاتصال بين الأشخاص التقديرات تشير إلى وجود أربعمائة سيدة فقط في هولندا ترتدي البرقة إذا ذهبت سيدة ترتدي البرقة إلى المدرسة لإحضار طفل من هناك كيف يمكن لنا تأكد أنها فعلا الأمة الحقيقية وهذا أمر حيوي لحماية الأطفال القرار الحكومي يحتاج إلى موافقة مجلس الدولة والبرلمان وفي حال حدوث ذلك ستكون هولندا ثالث دولة أوروبية بعد فرنسا وبلجيكا التي تقر مثل هذا القانون العديد من المراقبين هنا يرون أن اليمين المتشدد الهولندي هو المستفيد الأكبر من وراء حظر النقاب وخاصة أنه يحاول منذ سنوات وفي إطار ما يعرف بمكافحة أسلامة أوروبا العمل على حظر النقاب والحجاب ومآدن المساجد عبدالله مصطفى الحرة من مدينة أمستردام الهولندية اشتركوا في القناة